اشتركوا في القناة ويعول على القرضاوي في ليبيا ويريد الفوضى في البحرين وأكد جرغاش أن الوثائق التي كشفت عنها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تحمل أهمية بالغة لمعرفة مواقف التطرف والإرهاب مشددا على أن تقاطع مواقف أسامة بن لادن زعيم التنظيم الإرهابي مع توجهات النظام القطري واضح ومقلق بما يؤكد أن أزمة قطر سببها الرئيس ومحركها الأول هو التطرف والإرهاب ترجمة نانسي قنقر